كيف يجب أن تتصرف الكنيسة في مجتمع تسوده الخطيئة ويغمره الظلام ومن هم الأشخاص الذين يمكن أن يعكروا صفو الحياة المسيحية داخل الكنيسة هل شعرت أن هناك حرباً تعتصرك؟ هل هناك أمراً ما يمكن أن يبدل حياتي وحياتك إلى الأبد؟ دعوتنا أن نكتشف الحق معاً أمين ثم أمين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر